شهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في استشارات قانونية موضوع حلقتنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على أهم الشروط للم الشمل للعائلات خاصة بالحاصلين على طلبات الوجوء في بريطانيا راح نتعرف ما هي الشروط وكيفية التقدم لهذه الطلبات ضم الأسرة والأبناء وغيرها من المعلومات خلال هذه الساعة نصديف كالمعتاد المستشارة القانونية سمية الدريدي أهلا وسهلا بك نحييك ونحييك المتابعين يمكنكم التواصل معنا عبر إعطاء أو التواصل معنا عبر الاتصال على الأرقام الموجودة على الشاشة الأرقام المباشرة أيضا نأخذ كل أسئلتكم وإستفساراتكم القانونية عبر تطبيق الواتساب أتمنى لكم متابعة مفيدة كل ما يرتبط سابة سمية باللاجئ واللجوء وخاصة في قضية لم الشمل أو طلب لضم الأسرة البعيدة عن اللاجئ كيف يتم ذلك؟ ما هي الألية؟ الألية هو تقديم طلب عبر موقع الوزارة الداخلية للم الشمل تمام إحنا دائما أو قليل من البعض يعرف أو لا يعلم هذه المعلومة بأن لللاجئ حقوق طبعا حقوقه قبل قبول الطلب اللجوء هل هذا صحيح أولا؟ طبعا فالمقدم على اللجوء بالمملكة المتحدة إلو حقوق حقوق إنسانية كأي شخص مقيم بالمملكة المتحدة من بعد حصوله على إقامة لجوء أو حماية إنسانية كمان بتظل عنده هاي الحقوق الإنسانية لكن كمان تضاف إلو بعض الحقوق الثانية مثل لم الشمل أو الحق في العمل وإلى ذلك تمام إحنا طبعا اليوم رح نركز أكثر على لم الشمل ماذا يقصد به لم الشمل أو طلب ضم الأسرة؟ من هي الأسرة بالأساس؟ يعني أهم أفراد الأسرة اللي ممكن يطلبهم اللاجئ؟ الأسرة هم الزوج أو الزوجة أو الأطفال اللي تحت عمر الثمانية عشر بس هذه كثير يتساءل هل لي حق أن أقدم طلب للأمي، لأبي، لأخواني، لأخواتي وخصوصا إذا كانوا كبار في السن نتحدث عن الأب والأم أولا؟ للأسف لا، طبعا فيه يعني تقديم طلب العدل ديبندن فيزا، يعني هذا غير على طلب لم الشمل لكن بالنسبة لطلب لم الشمل للاجئين أو أشخاص الحاصلين على الحماية الإنسانية فالأفراد الأسرة هم الزوج والزوجة أو الأطفال اللي تحت عمره سننتاش تمام، يعني ذكرتي بأن هذه لها تأشيرة خاصة ومختلفة يعني تقصدين أنه يقدم اللاجئ تأشيرة طلب زيارة لوالدي، هل لي حق له ذلك؟ أي شخص إليه الحق بالتقديم على تأشيرة زيارة لكن هذا ما بيعني أنه الطلب هيكون ناجح لأنه معظم الأحيان إذا كان في شخص بالمملكة المتحدة وحامل إقامة لاجئ أو حماية إنسانية فإذا أفراد عائلته مثلا الأم والأب حاولوا بالتقديم على تأشيرة زيارة الوزارة الداخلية على الأغلب هترفض هذا الطلب لأنها تشك أنه عند وصول الأم والأب للمملكة المتحدة كمان هيقدم اللجوء بالبلد تمام، يعني نفهم أن للاجئ حقوق لماذا يعني أعطت أو سمحت له بتقديم طلب لم الشمي كما ذكرت الزوجة والأبناء تحت سنة 18 وهل هذا مرتبط بقبول طلبه أو رفض طلبه؟ ما الذي يحدث في كلتا أو في الحالتين؟ نعم أكيد فهذا مرتبط بقبول طلبه فإذا الشخص كان مرفوض ومعنه حامل إقامة لاجئ أو حماية إنسانية فما له الحق بالتقديم على أفراد أسرته، ما لهم الحق بالتقديم على تأشيرة لم شمل فمهم جدا أن الشخص يكون حامل هذه الإقامة قبل التقديم إذا كان في رفض لتقديم اللجوء أو حماية إنسانية ففي معظم الحالات إذا كان هو أول تقديم فالشخص له الحق بالتقديم استثناء ومن بعد قضية تروح على المحكمة يمكن أن القضية تكون ناجحة ومن بعدها يحصل على الإقامة لكن حتى يحصل على الإقامة أفراد أسرته ما فيهم أن يجوا على هذه التأشيرة تمام يعني حابين نفهم أكثر كيف يمكن بالنسبة للاجئ أن يسجل أسرته متى يمكن أن يسجل أسرته خصوصا إذا كان هو دخل إلى الأراضي البريطانية بدون أسرته بالأساس وكيف أو ما هي الأوراق إذا كان هناك مطلوب منه إثبات وجود له أسرة كيف يمكن أن يثبت ذلك؟ هذا السؤال مهم جدا لأنه عندما الشخص يدخل على الأراضي البريطانية طبعا لازم عنده تقديمه على اللجوء حيكون أول شيء هي تصير فيه انترفيو يعني مقابلة يمكن تكون على التليفون أو يمكن مثلا تكون بالمطار فهي المقابلة الأولى والوزارة الداخلية أو يو كي بودفوز هي تقلوه أسئلة شو أسباب تقديمك لللجوء من وين جيت يعني كيف وصلت على المملكة هل عندك أفراد أسرة ففي أول فرصة الشخص يقدر يصرح فيها على أنه عنده أفراد أسرة لازم طبعا يوضحها للوزارة الداخلية كمان إذا ما سألوا هالسؤال في أول مقابلة من بعد المقابلة الأولى الشخص لازم يعبي application بنسميه preliminary information questionnaire فهد في كل المعلومات عن الشخص يعني هل عنده أمراض هل عنده أفراد أسرة من أي منطقة يعني جاي فكمان بهال preliminary information questionnaire بيصرح على أفراد أسرته ليش هذا مهم لأنه عند التقديم على تأشيرة لم الشمل إذا الشخص ما كان من البداية صريح مع الوزارة الداخلية من هذه المعلومات فهيشكوا هل أصلا طلبوا من الأساس على اللجوء أو الحماية الإنسانية كان طلب حقيقي أو مزيف فمهم جدا أنه كل المعلومات تكون صحيحة لأنه ما فيك تقدم يعني مثلا لجوء أو حماية إنسانية وبعدين تقول للوزارة الداخلية ما عندي أفراد أسرة ومن بعدها بتقول لا عندي أفراد أسرة وعايشين بالبلاد والآن حاب أنه ينضموا للمملكة المتحدة فطبعا إذا الشخص ما صرح من البداية هذا ما بيعني أنه أفراد أسرته ما فيهم يقدموا لأنه في حالات صار في تقديم من بعد ما الشخص حصل على اللجوء وكان التقديم ناجح لكن يفضل دائما أنه كل المعلومات تكون صريحة وواضحة من بداية التقديم على اللجوء تمام يعني بس بشكل سريع توضيح سريع على الفرق بين قبل القبول وبعد القبول قبل القبول الشخص يعني ما يكون عنده يعني إقامة بالبلد هيكون ناطر جواب من الوزارة الداخلية أو من المحكمة فيعني الشخص تكون إقامته نوعا ما هي يعني إس in the process فمن طبعا من بعد القبول هيكون عنده إقامة يكون عنده بايمتريك رسيدنز قادة هي كرت الإقامة هيكون عنده الحق بالعمل هيكون عنده الحق بأنه يستأجر بيت هيكون عنده الحق بالدراسة فهيكون عنده حقوق مختلفة أكيد لأنه هيكون عنده إقامة والإقامة هي بالعادة بتكون مدتها خمس سنوات تمام حب أعرف منك سمية توضيح على طبيعة المقابلة وكم هي عدد المقابلات اللي يعني بتتم مع اللاجئ منهم الذين يعني يقومون بهذه المقابلة كمسؤولين في وزارة الداخلية منهم هو موظف وزارة الداخلية موظف عادي موظف ما المطلوب منه في هذه المقابلة وما هي حقوقه بالأساس في هذه المقابلة فهيكون بالعادة في مقابلتين في الانيشل انتروفيو وفي السبسانتف انتروفيو المقابلة المبدئية المقابلة المبدئية والمقابلة الأساسية والأساسية فأول مقابلة هي بتكون نوعا ما مقابلة قصيرة جدا يعني مثلا وقت الكوفيد كانت معظم هاي المقابلات عبر التليفون صحيح فالشخص بس بيعطي معلوماته وين ساكن إذا يعني معنوا بالمطار مثلا هل عنده محامين يعني معلومات عن أسبابه لتقديمه للجوء لأنه هاي المقابلة بس عشان الوزارة الداخلية تاخذ المعلومات الكافية حتى تعرف مين هذا الشخص وليش حاب انه يقدم لجوء لكن المعلومات أكيد ما هتكون كافية حتى الوزارة الداخلية تاخذ قرار ومن بعد كم مدتها هذه المقابلة بتكون قصيرة جدا يمكن نص ساعة أو أقل يحتاج فيها لمترجم إذا الشخص بحاجة لمترجم ففيه يطلب مترجم نعم في كل مقابلة مع الوزارة الداخلية إذا الشخص بحاجة لمترجم فيه يطلب مترجم بين المقابلة المبدئية الأولى والمقابلة الأساسية الثانية كم هي المدة بيعطوه؟ المدة بتختلف فيه ناس ياخذوا من بعد المقابلة الأولى بينطروا شهر شهرين وبعدين بيحصلوا على المقابلة الثانية فيه أشخاص بينطروا ست أشهر فيه ناس سنة فيه ناس سنتين حتى سمعت فيه ناس بينطروا خمس سنوات حتى يحصلوا على المقابلة الثانية مقابلة الثانية يعني هذا نظام جديد؟ هذا الآن غير؟ ما ننظر جديد لكن للأسف في أحيان تمر قضايا أن الشخص بس يضطر أنه ينطر فترة طويلة حتى يحصل على هذه المقابلة طبعا هنا دور المحامي بيكون مهم لأنه يتواصل مع الوزارة الداخلية يتأكد أنه كل المعلومات اللي عند الوزارة الداخلية كافية حتى يمكن أن يحصل على المقابلة هذه المقابلة وطبيعتها هل مطلوب منه أن يعطي أوراق أو إثباتات أو أي شيء يرتبط بأساس القضية قضية اللجوء الإثباتات تأتي قبل المقابلة الثانية فمعظم المعلومات نحن نقدمها للوزارة الداخلية مثلا الويتنس ستيتمنت معلومات على أسبابه لللجوء الإثباتات اللي شخص عنده كل هاي المعلومات بالعادة نقدمها قبل المقابلة الثانية ومن بعدها الوزارة الداخلية بيحددوا موعد للمقابلة الثانية تمام خلال هذا الانتظار أو مدة الانتظار يعني هنا ذكرتي أنه معلومة همة عليه أن يعطي كل المعلومات الهمة بالنسبة لأسرته لأبناؤه ما المطلوب منه في خلال إعطاء هذه المعلومات؟ هل هناك معلومات أخرى لابد أن يعطيها مثل ماذا مثلا؟ ما هي النصيح التي تقدميها له في خلال هذه المقابلة؟ كانت الأولى أو الثانية؟ أنه يجاوب على كل الأسئلة بكل صراحة وإذا فيه سؤال ما نمتأكد منه يوضح للوزارة الداخلية يعني أنه يعني فيكم تفسروا السؤال لأنه بعض الأحيان حتى يعني خلال ترجمة السؤال يمكن أنه بعض المعلومات تكون ناقصة فإذا الشخص ما نمتأكد يطلب توضيح ويحاول أنه يجاوب على كل الأسئلة على قدر استطاعته بكل المعلومات التي عنده هذه النصيحة يعني إذا كان هناك مسألة ترتبط بحالة طارئة للأسرة وذكرتي بأن مدة الانتظار في المقابلة الثانية قد تطول من عام إلى خمس سنوات يعني في هذه الحالة يحتاج فيها يعني بعد ما أعطى المعلومات لأسرة وأن يضم الأسرة له بأسرع ما يمكن حسبا لأي خطر قد يحدث لهم أو لظروف أكيد خاصة أو معينة أو طبية أو غيرها كيف يمكن يعني تسهيل هذه العملية تسهيل عملية ضم الأسرة للاجئ بصراحة يعني ما في تسهيل قبل حصول الشخص على إقامة لجوء أو حماية إنسانية فيمكن تسهيل بيكون بالنسبة للمحامي اللي متكلف القضية بيحاول أنه يتواصل مع الوزارة الداخلية إذا صار في تأخير حتى يعني يحددوا موعد المقابلة الثانية وحتى أنه ياخدوا قرار بالنسبة لتقديم اللجوء بعد المقابلة الثانية فكلما الوزارة الداخلية أخذت قرار أسرع وحصل الشخص على الإقامة وكلما يعني في تسهيل أكثر للعائلة أنه ينضموا للشخص المقيم يعني تحت أي ظروف ما قصدته يعني كانت حرب أو ظروف معاناة أو أي شيء يمكن بالنسبة للاجئة أو اللاجئة نتحدث عن كل الطرفين يعني أراد أن يضم أسرته قبل أن يقبل أو يقبل طلبه في هذه الحالة هل هناك حقوق تحت بند ثمانية من حقوق الإنسان تساعد في ضم الأسرة يعني قبل أن تكون هناك لا للأسف ما فيه طبعا في حالات الوزارة الداخلية يعني نما كان في حروب مثلا في حالة أفغانستان في حالة أوكرين أخذت قرارات بتسهيل ترحيل عائلات من هذه البلدان للمملكة المتحدة لكن إلا إذا كان في هذا القرار وكان في هذا التسهيل فصعب للشخص أن عائلته تنضم يعني يقدموا على تقديم دخوله للمملكة تحت بند ثمانية والشخص أصلا ما نحامل أي إقامة بالبلد من الأساس ما في طريقة أبدا يعني إحنا كنا نتوقع أنه ممكن تكون فيه مرونة نوعا ما يعني مدة الانتظار غير مضمونة يعني من عام أو أقل حتى يمكن أقل في أحيانا نعم فيه أشخاص بيحصلوا خلال شهر أو شهرين يعني مثلا فيه أشخاص قدموا لجوء مثلا من سوريا وحصلوا على الرد من الوزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر فيه ناس من إثيوبيا وكمان حصلوا الرد على ثلاثة لأربعة أشهر لكن معظم الحالات بتأخذ تقريبا يعني اللي أنا مريت عليها ست لثمانية أشهر وفيه حالات بتأخذ أكثر من هيك تمام يعني الأوقات غير مضمونة للأساس إحنا طبعا راح نتحدث عن ما الذي ينجح أو يجعل هذا الطلب ناجح أكثر من غيره أو يرفض أكثر من غيره لكن فيه سؤال وصلنا الآن سؤال تذكر فيه أو يذكر فيه المشاهد بأنه تقدم لي تأشيرة فيزة الزوج أو الزوجة هل يستطيع أن يقدم تأشيرة أيضا في نفس الوقت تأشيرة الوالدين للوالدين؟ يعني ممكن يقدم تأشيرتين مع تأشيرة الزوج تأشيرة أيضا للوالدين ما فهمت السؤال لأنه يعني تأشيرة الزوج أو الزوجة؟ فهمها ما فهمت السؤال لأنه يعني زيارة؟ نعم فيهم لكن في نفس الوقت هل ممكن؟ نعم أكيد ما في شيء يعني بيمنع الشخص لتقديم تأشيرة خلال يعني أفراد الأسرة إذا حابين أنه يجوهون كسياح نعم لزوروا أفراد أسرة أو إذا كان في مناسبة لكن ما حكيت يعني ما في ضمن لنجاح التقديم لكن الشخص أكيد فيه يقدم إذا حاب أنه يقدم تمام يعني إحنا أحيانا بالنشاهد يعني تقديم تأشيرة الزوج أو الزوجة أحيانا بيكون في احتفال يعني حضور الزوج أو الزوجة إلى بريطانيا يعني يكون فيها احتفال بعرس أو زواج فدائما بيكون فيه هناك دعوة للولدين أو أحد أفراد الأسرة ففي هذه الحالة هل هناك فيه مسار معين ليقبول هذه الطلبات لأن فيها مناسبة معينة مثلا المسار هو تقديم تأشيرة زيارة عادية لكن فيهم يوضحوا مع الإثباتات أنه كمان هيجوهون لحضور مناسبة ويقدموا إثباتاتهم وإن شاء الله التقديم بيكون ناجح نعم طيب فيه سؤال أيضا من مشاهد كريم من بريطانيا يقول هو يعني مقيم 30 عام بريطانيا يعمل ولديه بيت وهل عنده حق في تقديم أيضا دعوة زيارة لأخته أو أحد أفراد الأسرة أكيد لكن التقديم بيكون من الشخص المقدم ومع التقديم فيها تقدم رسالة دعوة من الأخ يعني من الشخص اللي تواصل معنا هو يرسل رسالة دعوة لزيارة أخته نعم وهي تقدم بشكل عادي للسفارة مع تقديمها مع إثباتاتها يعني السؤال هو يعني هل عدد السنوات الإقامة في هذا البلد يعني 30 عام أكثر يعني هل هذا يضمن أيضا إعطاء التأشيرة يعني لا أدري كيف تتعامل وزارة الداخلية مع هذه الحالة المدة طويلة كبريطانيين في بريطانيا بيساعد وما بيساعد لأنه طبعا الوزارة الداخلية أكثر شيء بتركز على المقدم هل هذا الشخص اجع على بريطانيا هل كان في خرق لقوانين الهجرة من قبل في بريطانيا أو في أي بلد ثاني هل زار بلدان مختلفة هل عنده روابط مع البلد اللي هو مقيم فيه وبالنسبة للشخص المقيم ببريطانيا طبعا إذا عنده إقامة أو إذا كانت إقامة مؤقتة مثلا تنشيرة عمل أو إقامة دائمة أو جنسية طبعا هذا بيساعد لأنه إذا المقدم يعني اللي حاب أنه يقدم على تأشير الزيارة بده يزور شخص ما عنده إقامة أو عايش بالبلد بشكل غير قانوني أكيد هذا هيأثر بطريقة سلبية صحيح يعني في محاولات طب يعني كمان أعطينا نظرة سريعة سومية بأنه كيف يمكن أن ينجح الطلب نتحدث الآن عودة إلى اللاجئ في طلبات بتنجح وبسرعة كما ذكرت وممكن تأخذ شهور يعني كما ذكرت بعض الحالات وفي حالات تأخذ سنين ولا يعطى لها أي رد أو جواب وبالنهاية ترفض لماذا؟ على حسب أسباب اللجوء فأكيد هذا هيأثر لأنه في أحيان بيكون وضع البلد معروف عالميا بالنسبة لحقوق الإنسان يعني فيه اختراقات لحقوق الإنسان معروفة ومؤكدة من مؤسسات إنسانية معروفة وكمان للأشخاص اللي هيقدموا اللجوء الوزارة الداخلية في بعض البلدان معناته الربوء على الدولة هل يعني هذا البلد آمن هل هذا الشخص فيه يقيم بمنطقة تانية إذا حياته مهددة بمنطقة محددة من البلد يعني ما في طريقة فينا نقول إنه هذا الطلب هيكون ناجح مية بالمية أو هذا الطلب هيكون فاشل يعني الشخص اللي هيقدم اللجوء لازم يقدم يحاول يقدم إثباتاته إذا عنده إثباتات يقدم أسبابه بكل وضوح ولازم يكون صريح وما يحاول أنه يضيف معلومات أو يعني يخرج عن المألوف نعم يحاول أنه يخدع الوزارة الداخلية حتى يحصل على تعاطف أو أكثر نعم حتى تصدق ففي حالات مثلا يعني نحن بنعرف مثلا مثلا الحرب بأوكرانيا لأنه معروف الوضع فسهلت الوزارة الداخلية للأوكرانيين أنه يجوا على بريطانيا ويحصلوا على نوع من الإقامة المؤقتة حتى يتحسن وضع البلد لكن في بلدان مثلا الأوضاع بالبلد من الأساس هي نوعا ما مستقرة فلهذا السبب الوزارة الداخلية يعني هتاخد وقت أكثر حتى تتأكد هل هذه المعلومات معلومات صحيحة هل هذا الشخص هو الشخص اللي يعني مثلا هو متضرر يعني هي وزارة الداخلية تنظر للقضية اللجوء أو القضايا اللاجئين على حسب البلد أما على حسب الحالة اتنيناتهم أكيد لأنه لأسألتك هذا السؤال لأنه أيضا هناك دول متضررة سوريا العراق اليمن كثير من الدول يكون الضرر عليها يعني مباشر في كثير من الأمور مثل القتل الإخفاء التعذيب الإخفاء القصر وغيرها وأحيانا يكون بدون إثبات لأن قضية الهروب تأتي يعني بشكل غير مخطط له فبيكون الشخص ما عنده إثبات أو هارب من قمع حكومة ما فكيف ممكن هنا وزارة الداخلية تقتنع بقضية اللجوء السياسي كونسستنسي ما بعرشك بالكلمة بالعربي لكن لازم تكون المعلومات متطابقة ما عم بيصير بالبلد يعني أغلب المعلومات متطابقة يعني إذا تحدثنا عن الوضع السياسي بشكل خاص الحكومة البريطانية تعرف تفاصيل ما يحدث في العالم فلا أدري في تناقض أن هناك في التعاملات يتختلف من بلد إلى بلد لا أدري كل يعني 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 بنفس الطريقة يعني تعطيهم حقوقهم بنفس الطريقة نعم ما في يعني بتفضل بلد على بلد ثاني أو مقدم على مقدم ثاني لكن مثل ما أنت بتعرفي كمان أنه في بلدان الأوضاع فيها معروفة لأنه مثلا فيها حروب وكانت هاي الحروب لستاتها يعني متضررة بهذه الحروب لكن في بلدان مستقرة فطبعا تبريف أن يمكن شوي أصعب لكن مو مستحيل لأنه يمكن البلد يكون مستقر لكن يمكن في مثلا تهديد لأشخاص مثلا من اثنية أو أو سيكشوالي فكل هالأشخاص كل هذول الأشياء يمكن تأثر على تقديم الشخص للجوء فمو يعني البزارة الداخلية ما بس بتركض على وضع البلد أكيد هو مهم لكن كمان الشخص المقدم ليش هذا الشخص مضطر أنه يترك بلده يترك أفراد أسرته يضطر أنه يغادر البلد ويقدم اللجوء ببريطانيا يعني هو موضوع أكيد دقيق وفعلا كما ذكرت يعني نظرة أو رؤية القضايا المختلفة التي تعرض الوزارة الداخلية في كل يوم وما زالت قضية اللجوء واللاجئين هي هاجس الحكومة البريطانية في ظل أنه يوميا هناك دخول كما يذكر يعني غير شرعي أو ألي البلد وحتى هذه القضية قضية الشرعي أو غير شرعي هي تناقشها وزارة الداخلية أو الحكومة في البرلمان لكن في النهاية يعني نرجع نقول أنه قضية الانتظار أيضا هي تعتبر قضية صعبة جدا بالنسبة للاجئ اللي حابب أنه يضم أسرته له لذلك سألتك لماذا هو ناجح وفي بعض الكيس أو بعض الملفات غير ناجحة في هذه الحالة هل يأتي الرفض مع رفض الطلب ضم الأسرة وماذا يفعل اللاجئ في هذه الحالة إذا كان في رفض وإله الحق بتقديم استثناء ففي قدم استثناء تمام كيف يكون الاستثناء الاستثناء بيكون عبر الإنسان للإنسان للإنسان يعني أتحدث أنا هنا عن دور المحامي في هذه المرحلة نعم بيقدم عبر طلب أونلاين أنه في حاب المقدم أنه يقدم استثناف لأنه الوزارة الداخلية خطأت بالقرار ويقدم الأسباب والإثباتات تمام كمان الاستثناء بيأخذ وقت الاستثناء نعم بيأخذ وقت ممكن يعني تصل إلى مراحل أعلى المحكمة نعم لكن طبعا بكل مرحلة لازم يقدم permission for appeal ولازم المحكمة تقرر إذا تقبل هذا الطلب أو لا تمام ما الذي يساعد يعني أيضا خارجيا أنا أتحدث عن المنظمات الحقوقية بنت ثمانية من حقوق الإنسان لدعم هذا الطلب بنت ثمانية هيكون هيكون إذا الشخص عنده أفراد أسرة يعني مثلا إذا كان عنده زوجة أو أطفال بالبلد تمام أو كان مقيم هنا لفترة طويلة لأنه بنت ثمانية هو الحق The right to family life and the right to private life فمعظم الأشخاص اللي بيقدموا اللجوء بيكون تقديمهم لللجوء مو تحت بنت ثمانية يكون تحت بنت ثمانية أو ثلاثة أو ستة فالبنت ثمانية أكتر شيء بيستخدموه إذا كان عندهم أفراد أسرة أو إذا كانوا مقيمين بالبلد لفترة طويلة تمام كنت حابة أسأل يعني هذا الطلب فيه تكلفة من اللاجئ يعني غير مكلف أن يدفع أكيد له تكلفة له تكلفة نعم يعني مين بيدفعها في هذه الحالة اللاجئ بيدفعها وإذا اللاجئ ما عنده الحق ما عنده يعني القدرة حتى يدفع هاي المصاريف بيقدم يعني طلب لمكتب محاما بيقدم خدمات الليغو ايد لكن يعني على حسب معلوماتي لأن يعني المكتب اللي أنا بيشتغل فيه ما بيقدم خدمات الليغو ايد لكن للأشخاص مساعدة يعني من الدولة حتى تأكسس اللوية مثلا يعني المحامين اللي أنا حكيت معهم اللي بيشتغلوا بمكاتب بتقدم خدمات الليغو ايد عم بيقولوا أنه صار فيه ضغط كبير وأنه معظم المحامين هلا ما هم قادرين أنه ياخذوا قضايا جديدة عبر الليغو ايد لأنه صار فيه كات للفند وكمان صار فيه ضغط كبير لأنه فيه ناس كتير عم بيعتمدوا على إعانة الدولة يعني إن شاء الله أنه كل لاجئ وكل شخص بحاجة لمساعدة من الدولة حتى يحصل على محامي أو يحصل على طريقة أن يقدم فيها استئناف أنه يعني يلاقي المحامي المناسب لكن يعني صارت كمان فيه صعوبة لحصول على محامين صحيح عبر الليغو ايد تمام إحنا يعني فعلا نحبين نتكلم أكثر على موضوع لأن كثير يتساءل اليوم الجميع يتساءل هل هي موجودة هذه يعني الفاسيليتي أو الحقوق للاجئة أو غير اللاجئة في استخدام المساعدة أو الدعم القانوني بأن يكون يذب المكتب محامين أو استشاريين السابق كان متاح للجميع كان فري لكن اليوم وقفت الحكومة من دعم هذه المكاتب يعطى حصة للاجئين أو غير اللاجئين في القوانين المختلفة السؤال كنت حبا سألك لا أدري إذا كان سناخد فاصل ولكن كنت حبا طيب ناخد فاصل مخرج أمر ناخد فاصل اسمحي لسلسومية لنرجع لموضوع لقليد أكيد لكن مشاهدنا الكرام رح ناخد فاصل قصير ونعود إليكم حالا ابقوا معنا شكرا للمشاهدة موسيقى رحيكم مجددا مشاهدنا الكرام وبرنامج استجارات قانونية ما زلنا نناقش عن كل شروط لم أشمل العائلات للحاصلين على طلبات الوجوء في بريطانيا مع المستشرة القانونية سومية الدريدي أهل وسهلا بك أهل وسهلا قبل الفاصل كنا نتحدث عن ليغلايد ليغلايد بس بتعريف سريع ما هو ليغلايد هي المساعدة القانونية من الحكومة يعني معناته إذا الشخص هو بحاجة لمحامي أو مصاريف حتى ياخد قضيته للمحكمة ففي حالات بيكون مسموح له بالحصول على مساعدة من الحكومة حتى يتكلفوا بهذه الدفعات لكن المهم أنه كمان الشخص اللي بيقدم على يعني مساعدة الليغلايد عبر محامي عنده يعني كونتراكت مع الليغلايد أيجنسي أنه يمكن كمان بيطلبوا عليه من بعد هيك أنه يرجع هاي المصاريف فهذا ما بيعني أنه يعطوه المصاري وبعدين خلاص لا يمكن كمان بيطلبوا عليه في السنوات من بعد يعني ما قضيته تنتهي أنه يدفع المصاريف لتعطوه يعني رجعها في حالة إذا استقر وعمل ويكون قادر على يعني إعادة المال يعني هذا قانون يعتبر جديد لأنه من السابق ما كان هذا القانون إعادة الليغلايد يعني إعادة المال لهم خصوصا إذا كان أخذ محامي يدافع عنه في أي قضية كانت نعم لكن ليغلايد مو لكل القضايا فهو القضايا العائلة إذا كان فيه عنف أسروي أم إذا قضايا الجنائية والقضايا قضايا الإميغريشن اللي فيها نوع من حقوق الإنسان مثل قضايا اللجوء كانت في أيضا لها جانب من القضايا الطلاق والحضانة نعم إذا في إذا هناك ضرور تمام واضح طيب إحنا يعني تحدثنا عن كل ما يخص لم الشمل ونجح الطلب ووافقت وزارة الداخلية على هذا الطلب بعد قبول طلب اللجوء للاجئ ما هي الحقوق للأسرة التي ضمت للزوج أو الزوجة الحقوق بالإقامة بالعادة يحصلوا على إقامة خمس سنوات الحقوق بالعمل الحقوق حقوق الدراسة نعم فهي أهم الحقوق اللي بيحصلوا عليها تمام كنت حابة أسألك يعني قبل أن تقبل وزارة الداخلية طلب اللاجئ طبعا نحن نعرف يعني القبول بيكون بسبب الطلب إذا كان طلب بسبب طلب لجوء سياسي أو لجوء إنساني أكيد في فرق بينهم في الطلب في الطلبين وفرق أيضا بالإجابة صحيح؟ أو في الرد وزارة الداخلية أم هم يتساوي؟ هناك رفض وزارة الداخلية وزارة نعم فإذا شخص رفضوها يعني إذا رفض الشخص حتى يحصل على اللجوء إذا كان إنساني أو سياسي الوزارة الداخلية كمان هتطلع إذا هذا الشخص يمكن يحصل على حماية إنسانية فكمثال يعني كثير من الأشخاص اللي مثلا قدموا على اللجوء مثلا يعني كان عندي قضية شخص من اليمن هو ما عاش يعني باليمن عندما بدأت الحرب باليمن لكن كان في نوع من التهديد لحياته إذا رجع لليمن فعندما إجا على المملكة وقدم اللجوء رفضوا اللجوء ولكن عطوه حماية إنسانية تمام لأنه في وضع لأنه يعني الوقت اللي قدم فيه على اللجوء هي قبل ثلاث أربع سنوات يعني الوضع كان باليمن واضح أنه كان فيه تهديد لحياته لكن ما كان he did not meet the requirements for refugee فإذا شخص رفضوه للجوء يمكن يحصل على حماية إنسانية وإذا ما حصل على حماية إنسانية فيكون الطلب على الأغلب مرفوض فيه أحيان بيعطوه discretionary leave to remain يعني معناته بيعطوه إقامة لكن إقامة مؤقتة بتكون مثلا مدتها سنتين أو ثلاث سنوات أو أقل لكن هاي يعني أسباب حصول الشخص على هاي الإقامة لتكون لأسباب غير اللجوء غير اللجوء في هذا الحال الأسرة هل تحصل على حسب ما حصل الزوج أو الزوجة من اللجوء كان سياسي أو حماية إنسانية هتكون إقامتهم هي just a family reunion إقامة يعني هتأكيد تكون مرتبطة بإقامة الزوج أو الزوجة يعني اللي مقيمين ببريطانيا لكن هي نفس يعني مدة الإقامة تكون نفس مدة إقامة الشخص اللي حامل حماية إنسانية أو لجوء تمام طيب فيه سؤال وردنا الآن مشاهد كريم يقول لديه إقامة دائمة ويعني يخطب أو يتزوج من خارج بريطانيا كيف يمكن أن يقدم على الدعوة ما هي نوع التأشيرة في هذه الحالة؟ فيه يقدم على تأشيرة خطيبة يعني المقدمة خطيبته فيه تقدم على تأشيرة خطيبة إذا حابين يتزوجوا ببريطانيا أو فيها تقدم على تأشيرة الزوجة إذا تزوجوا ومن بعدها حابة أنه تجع بريطانيا تمام بس هو لديه إقامة دائمة نعم ممكن كمان في هذه الحالة نعم لأنه تأشيرة الزوج أو الزوجة هي بتكون للأشخاص اللي حاملين الجنسية أو الإقامة الدائمة أو اللجوء أو الحماية الإنسانية ممتاز توضيح جيد سؤال آخر يقول زوجته تحمل الجنسية البريطانية هل يمكن أن يحصل على الإقامة من خلال زوجته هو عايش خارج بريطانيا ما هي الشروط ما هي الطريقة يعني الزوج خارج بريطانيا والزوجة بريطانية بقدم على تأشيرة زوج بشرط اختبار الزوجة اللي طبعا هي اللي حتقدم في هذه الحالة هو بيقدم هي بتكون هي سبونسر لكن هو المقدم تمام بيقدم شهاد اللغة الإنجليزية A1 لازم شرط المال يكون موفي طبعا على حسب إذا هي بتشتغل إذا بتعمل عمل حر إذا هيستخدم إثبات على مكان السكن إثبات زواجهم إثبات علاقتهم بين بعض إذا في أطفال شهادة ميلاد الأطفال فكل هالإثباتات بتتقدم ومن بعد ما يحصل على تأشير الزوج بيحصل على إقامة مؤقتة وبعدين يعني من بعد خمس أو عشر سنوات في يقدم على الإقامة الدائمة تمام يعني نوع الإقامة بس مرة ثانية هو يقدم على عفوا على زيارة تأشيرة 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 زوج تأشيرة زوج نعم من خارج بريطانيا تمام في سؤال آخر هو مقيم في مصر حاليا كان متزوج من بريطانيا ولديه أطفال حصل خلاف وعد إلى مصر يريد الآن التواصل مع أبنائه في بريطانيا كيف يتم ذلك لازم يتواصل مع محامية مختصة بالشؤون العائلية حتى يحصل على يعني حتى يتواصل مع أطفاله بس بهذه يعني كيف بيكون الكيس أو القضية يعني بالنسبة له هل سيأخذ وقت هل ستكون هناك في يعني مثلا إجراءات معينة خاصة قانونية بالنسبة لوضعه نعم أكيد في إجراءات خاصة لكن بالنسبة يعني the details ما أنا متأكدة لأنه المحامية تختص بالشؤون العائلية بتفيد بهالمعلومات هل بيفيد أنه كأب يعني أنا أتكلم بشكل عام أنه كأب أبنائه في بريطانيا مع والدتهم البريطانية هل هذا بيساعد أنه وزارة الداخلية بتتعاطف مع نوع من هذه القضايا أنه ممكن يقوم بزيارة أبنائه مثلا نعم لكن يجب أن يكون بعض محامية فبالأول لازم يتواصل مع محامية يعني بتختص بالشؤون العائلية مثلا نحن لدينا محامية بالمكتب هي بتختص بقضايا مثل هيك وأغلب القضايا هي بتخص الآباء اللي حابين أنه يتواصلوا مع أطفالهم أو ياخذوا حضانة أو إلى ذلك فنما بتتحل يعني قضية التواصل مع الأطفال من بعد هيك فينا نركز على قضية مثلا تقديم على تأشيرة زيارة أو تأشيرة أب تمام طيب ناخذ كمان أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا عبر طبعا أذكر بإيميل البرنامج مرة أخرى ورحب بكل أسئلتكم بشكل عام أو حتى على الواتساب موجود الرقم تطبيق الواتساب موجود الأرقام موجودة ناخذها أكيد ونقرها سمية في أسئلة عديدة وصلتنا منها يذكر في سؤال وأنه دخل المملكة المتحدة عام 2008 وتجاوزت تأشيرتي حتى عام 2011 ثم تزوجت من مواطن بريطاني وحصل على الإقامة أو حصل على الإقامة عام 2012 لقد حصل مؤخرا على أيضا الإقامة الدائمة هل ستؤثر فترة تجاوز مدة الإقامة على قدرته على تقدم طلب الحصول على الجنسية البريطانية فعلى حسب المعلومات التي قدمها أنه هو كان مقيم بالبلد لمدة عشر سنوات بشكل قانوني قبل ما حصل على الإقامة الدائمة فأحد الشروط للتقديم على الجنسية هو شرط الشخصية المثالية الشخصية المثالية والذي يأثر أحد الشغلات التي تأثر على الشخصية المثالية إذا كان في خرق القوانين الهجرة فللأشخاص الذين كانوا مقيمين بشكل غير قانوني أو دخلوا للبلد بشكل غير قانوني لازم ينطروا فترة عشر سنوات يعني من الفترة التي صاروا فيها مقيمين بشكل قانوني حتى يوم التقديم حتى يتفادوا أي مشاكل بالنسبة لشرط الشخصية المثالية فبهل حالة هذا المقدم فيه يقدم على الإقامة دائمة عفوا على الجنسية وإن شاء الله أنه فترة خرقه لقوانين الهجرة ما هتأثر على تقديمه للجنسية نحن في الدقائق القليلة المتبقية سومية نريد نصيحة تعطيها لكل لاجئ يدخل إلى بريطانيا ويريد فعلا أن لديه أسرة ويريد أن يضم هذه الأسرة إليه حتى تقبل وزارة الداخلية قضيته ومن ثم أكيد الإجراءات تكون سهلة ما هي أهم النصائح؟ أهم نصيحة هي أن الشخص يكون قد سرح للوزارة الداخلية على أنه عنده أفراد أسرة مقيمين خارج المملكة المتحدة عند تقديمه للجوء تمام هذه هي أهم شيء وأهم شيء أيضا قضية الأوراق ذكرت أنه إذا كانت هناك لدي أوراق وإثباتات سيكون جيد أكيد لكن ممكن للاجئين للأسف يكون عندهم لوراء التي تساعدهم بتقديمهم للجوء لكن إذا وراء بتساعد أكيد حاولوا أنكم تقدموها من الأول حتى تسهل بتقديمكم سمية دريدي المستشارة القانونية شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهديا الكرام الحسن المتابعة كان موضوعنا عن أهم أشروط لمشم العائلات لمنقدمي اللجوء وطلبات اللجوء من بريطانيا انتهى وقتنا لكن أكيد لنا لقاء أو لنا لقاء الخميس القادم ولكن يمكنكم دائما متابعة البث المباشر القناة الحوار على اليوتيوب وأيضا التواصل معنا عبر كل منصات من عبر السوشال ميديا موجودة فيها قناة الحوار طبعا شكرا لحسن المتابعة يتجدد اللقاء كما ذكرت في موضوع جديد إن شاء الله تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر